اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يارب يكون الجميع بخير نهاردة نامن مع بعض تحلية بسيطة جدا جدا وبمكونات مفيش أسهل من كده وموجودة طبعا في كل فيد هندخل الفيديو ونشوف إحنا عملنا التحلية الجميلة دي إزاي بس قبل ما ندخل الفيديو ونشوف المكونات وطريقة التحضير لو أنت أول مرة تشوفيني أعمليلي اشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو تشايفين؟ تحفة هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنا معايا بولا هحط فيها بيضة بدرجة حرارة الغرفة دايما لازم نشتغل بالحاجة بدرجة حرارة الغرفة وحط عليها كيس فانيليا أو ربع معلقة فانيليا سيلة باودر مش مشكلة أي نوع فانيليا يعني بتستخدميه هقلب البيضة كويس جدا وحط عليها كمان معلقة خل وهقلبها كويس جدا عايزة تشتغلي في الخلاط مفيش مشكلة بس أنا مش شايفة أن الموضوع مستاهل يعني وهنا معايا ربع كوباية سكر تلك معالق سكر تقدري تقللي السكر أكتر أنت حر يعني السكر حسب الرغبة وكمان كوباية زبادي اللي هو الروب أو الياغورت تقدري تستبدلي الزبادي باللبن الرايب أو بحليب عادي هقلب كويس لغاية ما حس أن السكر داب خالص لأن السكر اللي أنا مستخدميه سكر خشن يعني هنقلب لغاية ما ما حسش بالسكر وأنا بقلب تمام بعد ما داب خالص السكر هنا معايا ربع كوباية زيت خمسين جرام زيت أو خمسين ملي يعني ورشة الملح طبعا مش هننساها وهقلب كويس همزج كل المكونات اللي احنا حطناها دي مع بعضا مكونات بسيطة وزي ما قلت لكم أكيد موجودة في كل بيت هقلبهم كده كويس جدا عشان أدخل الزيت مع بعضية المكونات ودلوقتي معايا كوباية دقيق منخول لازم الدقيق يكون منخول كويس جدا الكوباية دي متين جرام هنزل بها بالتدريج لغاية ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه وهنا معايا بكيمبودر أو كيكشيف اللي موجود عندك خميرة كيميائية هحط معلقتين صغيرين يعني نص الكيس هقلب كويس جدا وهي السوائل اللي معايا يعني هتاخد يا دوبك كوباية الدقيق دي لحد ما نحصل على خليط بالشكل ده شايفين قوام الخليط تمام قوي كده دلوقتي بقى معايا صغ صغ فرني يعني مدهون أو انت حطه في ورقة زبدة أنا هنا الصاج بتاعي حطه في ورقة زبدة ودهن الورقة لان بصراحة الورقة اللي عندي سايق جدا هنزل الخليط في الصاج عايزة هنا اقولك على حاجة يعني انا عايزاها بسمك خفيف جدا لو انت عايزاها اكبر هتقللي حق يعني هتصغري الصاج انا حطه في صاج كبير هنزل الخليط بتاعي كله في الصاج وهاحاول اني افرده في الصاج كله وفي الوقت ده الفرن شغال على درجة حرار 180 بعد ما هوزع الخليط في الصاج كويس جدا هدخله في الفرن على الرف اللي في النص هيقعد بالضبط بالضبط 8 دقايق مش اكتر من كده اهو فردته في الصاج كله وهدخله في الفرن ده شكله بعد 8 دقايق هو طلع بالشكل ده طبعا مستوي وشايفين او المجينات بتاعته بتستوي كده بطلعه هغطيه بفوته واسيبه عشر دقايق ربع ساعة وبعد كده نشتغل ونشوف هنعمل في ايه هنا انا شلت كل الحروف اهو وهسيبه على الورقة زي ما هو وهشتغل به وهو على الورقة زي ما هو من غير ما هقيس مش هعمل اي حاجة هقسم بالنص كده باللويم اهو اسمته نصين بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنا معي مربة اي نوع مربة موجودة عندك استخدميها ممكن تستبدلي المربة بكريمة او بشوكولاتة او باي حاجة يعني انت متوفرة او موجودة عندك انا دلوقتي متوفر عندي مربة دي مربة تين لو في مربة مش مش تبقى اجمل هفرد المربة كده بالتساوي على نص واحد من اللي احنا اسمنهم طبعا الراقة بقى خفيفة تقيلة انت حرة اراقة المربة يعني تمام كده بحاول اني اوزعها في كل مكان عايز افكرك لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعمليلي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك اشعر بكل وصفاتي الجديدة اول باول ولو عجبك الفيديو حطي لايك هنا بعد ما خلص خلصت وزعت المربة على النص غطيت النص اللي عليه المربة بالنص التاني اللي مش فيه المربة شايف المكتع ده راح فين وبعدين هحط ربع يعني هوزع مربة على الربع انت تقدري كان ممكن يعني تقدري تقسمي الكيكة اللي احنا عملناها دي على اربع اجزاء وبعدين تدهني جزء جزء والطباقي عليه الجزء التاني بس انا بصراحة بالنسبة لي كده اسهل يعني وزعت المربة على النص وبعدين غطيته بالنص التاني لفوش مربة وهنا هوزع على الربع بس وهتشوفوا معي هكمل ازاي هقسم بقى كده الربع ده تمام كده وبعدين هشيل الجزء ده احطه على الجزء المدهوم مربة اهو بقى معي اربع طبقات وكلهم بينهم المربة وزي ما قلتلك تقدري تستخدمي اي حاجة موجودة عندك او تفضليها بدل المربة اللي انا استخدمتها اهي بالشكل ده هنا بقى اخر حاجة هحط على الوش عسل نحل مش عايز احط مربة علشان انا هشكلها بالشوكولاتة زي ما انتم شفتوا فلو حطيت المربة هتخليها غمقى فانا حطيت معلقة صغيرة كده من عسل النحل وزعتها بسيط اه وبعدين معي شوكولاتة اه حطيتها شوكولاتة نوتيلة حطيتها في كيس من اللي هو بتاعي الحلواني ده وهتديها بقى اي شكل التزيين او التشكيل ده برحتك اختياري تزيين بسيط كده خالص وزي ما بقولك الشكل النهائي ده اختياري هعملها كده بحيث ان هي تديني المربعات الصغيرة ده في الاخر تحلية بسيطة عملناها في ثواني ما خدتش عشر دقايق اساسا وبمكونات موجودة في كل بيت وتعمها تحفة جربوها وان شاء الله هتعجبكم بس خلاص هنا بقى دلوقتي هنعمل ايه هقسميها بقى زي ما انت تحبي مسلسات مربعات انا هقسمها مربعات هقسمها الاول بالنص بسكينة مشارشرة طبعا اهي وبعدين هقسم النص على تلات قطع يعني هتطلع معي ست قطع التحلية دي كل ما بتقعد آآ بتبقى اجمل لانها بتشرب بقى كده والمربع والحاجات اللي احنا حطينا بتتوغل فيها وبتترى وبتبقى طعمها تحفة بس خلاص هو ده شكلها النهائي جميلة جدا وبجادة تستحق التجربة وجربوها وهتعجبكم بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة جربوا التحلية البسيطة خالص دي بمكونات بسيطة وزي ما بقولك يعني ما فيهاش اي مجهود ولا اي تكلفة حاجات كلها موجودة في البيت بصوا تحفة ازاي جربوه وان شاء الله هتعجبكم ولو عجبتكم اقول لي في التعليقات واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من قناتي مطبخ دعاء الجيلاني شوفكم على خير سلام عليكم موسيقى 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 موسيقى